بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لموضوع rate of return computations في كورس الانجينييني هنقول بنسبة لنا examples صغيرة كده اول example بيقول عندي 5000 دولار is invested now in common stocks في مشروع معين that is expected to yield هتجيب لي 100 دولار per year لمدة 10 سنوات وفي الاخر خالص هسترد هذا المبلغ 7000 لو قصينا لكاشفلو ديجرام الاستثمار الاولي اللي يتعضبر التكلفة الاولية 5000 ثم يدر ربحا سنويا مقداره 100 دولار ثم في الاخر هستدر نفس المبلغ عبارة عن 7000 دولار اللي عندي وعاوز احسب internal rate of return بتاع هذا المشروع يبقى لو حبيت اجيب present value يبقى في عندي negative 5000 وفي عندي positive 100 المية دي هتتضرب في الفاكتور to find b given a وi مجهولة وعندي عدد السنوات 10 يتفضل الفاكتور ده هيتضرب to find b given f والi مجهولة و 10 سنين ابدأ اجيب الاي عندي باستخدام try and errors او باستخدام interpolation اللي عندي يعني الشيء على سبيل المسال using annual try and error لو انا كتبت المعادلة زي ما كتبتها لك وده الوقت قلت لت ان سعر الفايدة 5% وحسبت الكلام ده طلع positive معنا نطلع positive معناه ان السعر الفايدة اللي عندي او الانترنة ريتو فرتين اعلى من 5% افرد رقم اخر اقول assume ان السعر الفايدة عندي مثلا 6% او 7% وبناء عليه اجيب present طلع negative معناه كده ان سعر الفايدة in between ما بين ما بين الخمسة في المية وما بين الستة في المية في الحالة دي اجيبه باستخدام interpolation اقول المشكلة اللي عندي say the i عندي 5% حسبت present worst اللي عندي طلعت هذا الرقم عندي الستة طلعت negative يبقى x اللي هي المجهولة انا عاوزها تساوي صفر in between فلو انا اعتبرت الفرق ما بين ده وده ايه والفرق ما بين ده وده بي يبقى ايه على بي يساوي c على d اقدر اجيبها باستخدام interpolation يبقى x ناقص 5 على 6 ناقص 5 يساوي 0 ناقص الكلام ده بالمينس ناقص ناقص الكلام ده وطرفين فاسطين انا ده اجيب الانترنال rate of return اللي هو باستخدام interpolation 5.16% السليوشن اللي عندي وطي rate of return للكاش فريو درجام اللي موجود عندي بهذا الشكل البرزنت بتساوي معروفة والفوتشر بيساوي الكلام ده والإن عندي 32 لو سماحت حاتلي l-i فبالشكل ده ممكن على طول استخدام الماسيماتيك الفوتشر بيساوي present 1 زائد وصبور n اللي ده معروفة عندي اقدر اجيب 1 زائد i ومن i اقدر اجيبها rate of return بتاعي 32.13% مسألة سهلة وبسيط اذا احنا بنناقش دلوقت النهارد الانترن rate of return procedures لو انا عندي project مثلا العمر بتاعه حوالي 4 سنين والإنيشال كوست 42 2523 والانوال نيت cash flow بسوى 14000 determine the internal rate of return ففي الحالة ديات الماضية بتبقى سهلة نقدر نجيبها بمعادلة واحدة او نقدر نجيب الكلام ده انك انت عندك الانوال نيت cash flow اللي عندي قدر احسب حزبة بسيطة اجيب المشروع اللي عندي الانيشال كوست 42 523 لو اسمته على الانوال اللي عندي بريير يبقى معنى كده بيدي لي معدل طريقة حساب تانية يعني 3.037 بريير اللي عندي يبقى determine the payback period يبقى الpayback period بتاعتي بيسوي كلام ده بريير لو انا عاوز اقول والله المشروع ده هو بيجيب لي الpayback period فاكرين زمان ما كنت بشرح لكم الpayback period اللي هي فترة الاسترداد اللي عندي ثلاث سنين لو انا بيقول احملت سعر الفايدة اللي عندي هادر اجيبي الpayback period لكن لو انا عاوز استخدم ال present value annual table هجيب والله عامل بتاع time value of money اللي هو to find بيجيب لكل سنة من السوين لو انا في حالة مثلا 10% في حالة 13% في حالة 14% وابدأ اشوف امت ال present value اللي عندي يطلع بي negative اللي عندي ده لو انا عاوز اجيب الاستخدام ال tables بتاعة الكلام لو الpayback period وانا باهمل سعر الفايدة هيطلع 3.03 سنة لو انا بدخل سعر الفايدة اعتباري هنشوف ايه اللي يحصل فيه التطورات اللي عندي اه عند 12% هيكون الpayback بيرود نفس الرقم اللي هو طلع 3.03 عندي واشكركم ونكمل بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته